أعلنت مجموعة من شركات الحديد والسولب عن تغفيض أسعارها بين 550 ألف جنيه للطن بداية من أكتوبر الجاري ليصل متوسط سعر الطن 11 ألف ومائتي جنيه مقابل 11 ألف وثمانمائة جنيه في سبتمبر الماضي بينما تراوحت أسعار الإسمنت بين 700 إلى 750 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ليصل للمستهلك بقيمة 850 جنيه للطن